بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيصعدني في بداية هذا البرنامج أن أتقدم لحضراتكم بأجمل التهاني وأضيب الأمنيات بحلول شهر رمضان الكريم المبارك لعام أربعمائة وأربعة وأربعين وألف من الهجرة النبوية أعاده الله علينا وعليكم وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات والأمن والأمان والقوة والازدهار أما موضوع حلقات هذا الشهر فسوف يدور بإذن الله تعالى على حقوق المرأة في شريعة الإسلام وربما متفرقات أخرى قد يسمح بها وقت البرنامج وبالرغم من كثرة معالجة هذا الأمر وتكرار القول فيه شرحاً وبياناً ورداً على اعتراضات وشبهات إلا أن هذه الاعتراضات لا تزال تطفو على الساحة بين الحين والآخر لا لأنها اعتراضات تسند ظهرها إلى منطق الحجة والبرهان بل لأنها اعتراضات سوف إصدائية تتغذى في ترويجها بين النساء المسلمين على أجندات غربية وبخضط ماكرة وأموال رصدت لتصوير الإسلام في صورة بشعة لينفر منه الناس في الغرب بل وينفر منه الشباب في الشرق ومن جانبي وحسب قراءات المتواضعة لا أعرف موضوعاً استنزف من عقول العلماء والمفكرين والباحثين والباحثات منذ مطلع القرن الماضي وحتى يومنا هذا ما استنزفه موضوع المرأة في الإسلام وفي مكتبتنا العربية والإسلامية المعاصرة عشرات بل مئات من الأبحاث المعاصرة ومن المؤتمرات والندوات التي تناولت موضوع المرأة في الإسلام وقتلته بحثاً ودرساً ورأياً ورغم كل ذلك بقي الموضوع وكأنه لم يخطه قلم أو يتناوله فكر من قبل ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن موضوع المرأة هو الموضوع الأول فيما يتعلق بأدبيات الإسلام في الغرب سواء منهم المتعاطفون مع الإسلام أو الكارهون له والمتخصصون في تشويه صورته يعودون إليه ويبعثونه من مراقده كلما دعتهم إلى ذلك دواعي لاستعمار الحديث والرغبة المسعورة في السيطرة على الأمم والشعوب وقد زارنا في الأزهر الشريف منذ شهر تقريباً وفد مكون من حوالي خمسين رجلاً وامرأة من الغربيين ممن يؤمنون بالله ويظهرون للإسلام احتراماً واضحاً بحسبانه ديناً من أكبر الأديان السماوية في العالم وكان أول سؤال وجهوه إليه هو ما وضع المرأة في الإسلام ما يدلنا على أن الصورة المشوهة للمرأة المسلمة هي أول ما يسبق إلى أذهان الغربيين وهم يتصورون الإسلام أو يتحدثون عنه وقد يسألون البعض ولماذا العداء للإسلام والإجابة في وضوح وباختصار شديد بل في كلمات معدودة لأنه الصخرة الوحيدة التي تتحطم عليها طموحات الاستعمار العالمي الجديد أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد في فرض سيادته على الشعوب شرقاً وغرباً لذلك بات من الواجب علينا نحن المنتسبين إلى الأزهر الشريف أن نواصل التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الكثيرين من شباب الغرب وتتركهم ضحايا مكرها وخبثها حتى وإن بذى للبعض هنا أو هناك أن الحديث في هذا الشأن قد يبدو مكروراً ومعاداً ومما أن الوقت المحدد للبرنامج لا يتسع لتفصيل القول وبصل الكلام في هذه الموضوعات فإني سألتزم قدر الإمكان بالاقتصار والإيجاز غير المخل سواء في عرض الشبهة أو في ردها حتى يسهل على غير المتخصصين استيعاب الشبهة واكتساب القدرة على تفنيدها وهي الطريقة التي يركن إليها شباب اليوم في اكتساب ثقافته وتحصيل معارفه هذا ويجب أن ألفت أنظارة سادة المشاهدين إلى أنه إذا كانت هناك مفتريات غربية تحاول تشويه صورة المرأة في شريعة الإسلام فهناك أيضا وللأسف البالغ مفتريات أخرى على المرأة المسلمة مصدرها فقه لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته فقه مرجعه للعادات والتقاليد واستمداده من مخزون هذه العادات وركامها وقد حسبه الناس شريعة من شرائع الدين وتعاملوا مع أحكامه بحسبانها فروضا وواجبات دينية وهي ليست من هذا الوادي ولا مغردة في سربه وكثيرا ما تحكم هذا الفقه في نصوص الشريعة ولوى أعناقها واستدم بما تقول إليه النصوص الشرعية من مقاصد وغايات في هذا الشأن أو ذاك من شؤون المرأة وأكبر الظن أن شيئا من تطبيقات هذا الفقه مسؤول أيضا عن الصورة الشوهاء التي تصور بها المرأة المسلمة في الغرب ونحن إذ ندافع عن المرأة المسلمة والمرأة الشرقية فإنما نستمد أسلحتنا من شريعة الإسلام وما أقرته واعترفت به من حقوق إنسانية واجتماعية وسياسية منذ قرون عدة متطاولة وكذلك من الفقه الحقيقي ونبعه الصافي من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بعيدا عن هذه الأخلاط التي غيرت قليلا أو كثيرا من لون هذا النبع وطعمه ورائحته هذا ويمكن تلخيص هذه الاعتراضات التي أثيرت وتثار قديما وحديثا مع كل صدام ينشط بين الغرب والشرق يمكن تلخيصها في القضايا التالية وضع المرأة كإنسان في شريعة الإسلام من حيث إنسانيتها وحريتها وكرامتها حقوقها التي لفت الإسلام أنظار الدنيا إليها قضية المساواة بينها وبين الرجل الفروق الطبيعية بينها وبين الرجل وكيف أن هذه الفروق هي فروق تكامل واندماج مسألة القوامة الشبهة التي تقول إن القرآن الكريم يأمر الرجال بضرب النساء فوضى الزواج وفوضى الطلاق وقضايا أخرى تعرض في ثناء البحث فيما يستقبل من حلقات إن شاء الله تعالى شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحسن استماعاته